ندخل مع حداك في كمان فكرة كان فيه كلام عن الدرجة التانية كنا عارفين ان بعض القضايا اللي موجودة فكرة خلاص ان كان متاخد قرار ان يبقى ثلاث تغييرات بس في درجة الدرجة التانية درجة الدرجة الاولى فيه خمس تغييرات يبقى القيمة 18 لعب في الماتش مش 20 لعب في الدولة الممتاز يعني مختلف عايز اعرف ايه الفرقة اصلا وليه كارات دي كانت موجودة وهل فيه خطة انك تخضوا اتحاد الكورة الحالي بعد توليه المسئولية عشان ده يتغير او ايه الكلام الكابتن القرار ده زي ما انت عارف انه هو يعني اخدوا القرار ده في العالم كله بعد موضوع كورونا زي ما انت عارف رفعوا القيمة العشرين لعب بدل 18 والتغييرات من 3 ل 5 في العالم كله عندنا في مصر ولا زال القرار ده مستمر لان السبب اللي اتخذ من اجل القرار ده موجود موجود ما انتهاش السبب مستمر فهما اللجنة اللي فاتت خدت القرار في الاخسام اللي تحت بس رغم انه من المفترض انك انت عندك ملاعب على مستوى علي فوق عندك امكانات مادية اجهزة طبية على مستوى علي اجهزة طبية تحت مفيش ملاعب مفيش يعني انت العوامل ده موجودة تحت محتاجنا اكتر من فوق لكنهم اتخذوا القرار موجود فوق ومش موجود تحت اكتر من مرة اتكلمنا ونادينا المهم ربنا وفق اللاجنة الجديدة اشتركوا في القناة